الخبر اول اللي عادنا عن بنيين ستارز ووصول قناتها باليوتيوب للستة مليون مشترك فإن شاء الله ألف مبروك وأقبال العشر مليون يا ربط طبعا تنسوني حبايب تتباركوا لابي كومنتات على هذا الانجاز الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فهو اليوتيوبر عادنا هو وسمتكيتو بيسانتكيت فوسم ننزع له سبب الانستغرام شهيت ستورات وبهذه السؤالات عن المخلح لأنه رح ينزل مقطع بجر رح يكون مقلب ب بيسان وحطنا لبرومو من المقطع رح يزينكم باشدر السعب الأربع نقطقكم جزء من هذا البرومو شوفوا المقطع شوفوا البرومو لا اكراي عم بتشوف اسمه لا لا شوف هذا الرقم بس شوف ما شوف هذا اسم بسي لك ما تتبني بعلك بيسان بس ديها انت لا خايف أبو خايف ما شوف أما اليوتيوبر الثاني عادة فهم أنس وأصال فانس وأصال ننزعه على حساب أنس من الانستغرام شهيت ستورات بهذه الستوريات أعلم خلال أنه رح ينزلون المقطع اليوم تم مفروض ينزل المبارحة ولكن لغوه ولكن قرروا أن ينزلوا اليوم وظامن هم أهل فلسطين اهدوكم مقطع بعساتين فاكتبوا نحبها بالكومنتات المقطع من التحمسين أكثر الخبر الثالث اللي عادنا عن طارق الباشا وفضيح تال انس الشايب فطارق الباشا نزعه على قناته باليوتيوب بهذا المقطع بهذا المقطع فضح بي انس شايب وبهذه الصورة طوام راح تشي وشنو سووي هذي اللبنية انس الشايب الشايب الثالث 18 فكل عشان راح تعرفوها بلاي يا مجاة راح تكون لغوة مقطع طارق الباشا بالوصف فروح وشوفوا وشوفوا الصدمات اللي هناك علمون تعرفون شنو مسوي انس شايب وهي هاي اللبنية الخبر الرابع اللي عادنا عد تهجوم متابعي نارين بيوتي على نورستار فنورستار نزعه على سبب الانستغرام هذا البوشت وبهذه البوشتان بهذه الصورة وكالعادة يا حباي بكل الكومنتات اللي جاتي قادرين تهجومون عليها من متابعين نارين بيوتي سيب المشكلة اللي صارت بينه بين نارين بيوتي فهذه الصورة يا حباب قدامكم اكتبوا للكومنتات هل تستحقظوا التهجوم اللي تعرضت له او لا الخبر الخامس اللي عادنا عن المتابعين يكشفهم الحقيقات انس شايب وخفاء لكلمة مونفلوكس من الكومنتات اللي عندي اما ليس عن السبب الصراحة ما ادري ولكن كنت تلاحظون فترة اخرى ما قادرين صوروا انه بيوتي انك صاركوا شي بيناتهم او احتراما او خوفا من نارين بيوتي اما بالاسمال الدليل لان دخل الى مقطع نزول وزبيعات التعليقات ويكس اسم مونفلوكس بسرح حكمات تهتاونا عمدها في التعليق وتعليقات الخاصة على القوارة بما اصفدهم زين حول غير الحساب بعمشوف هالي تهليق سيطلع للناس او لا فبعا ما غيرنا على السبب وزي لنبيعات التعليقات ورحنا على كمتها ثونة سوف نشوف انه التعليقات مظهر منه ماذا والتعليقات الثانية مظهر فاكتبوا نعبوا من الكومنتات وشاركة انا الشايب وخفالة الموفلوكس من الكومنتات اللي عندي وبسرحنا نحوصل للمقطعات وم اختشوكم مقطع طرق باشي بالوصف وبس جانبكم فيز زين مخاطر منك القصص مع السلامة